يتواصل القصف المدفعي كما نسمع الآن وتحليق الطيران الروسي والطيران المروحي وطيران رشاشة تابعا لميليشيا أسر طايفية ينفذان غارات جوية ويتم القصف بها الصواريخ والقنابل والقذائف الصاروخية أيضا على الأحياء السكنية والبناء التحتية هذا المكان الذي يظهر الآن خلفي هو مدرسة القصابية في ريف إدلب الجنوبي الغربي هذه المدرسة التي استهدفها طيران لاحتلال الروسي بغارة جوية بالصواريخ الفراغية كما نلاحظ تم تدمير نصف المدرسة أو نصف هذا الجزء من المدرسة طبعا جاء القصف بعد خروج الطلاب من المدرسة بفترة قليلة وخلال تواجد أيضا الكوادر الإدارية في القسم الثاني من المدرسة عموما الاجتهداف حتى اللحظة مستمر من قبل هذه الميليشيات ومن قبل هذا الطيران على المرافق الحيوية على منازل المدنيين على الأحياء السكنية في ريف إدلب هذا الأمر الذي أدى إلى نزوح كبير بين المدنيين الكثير من المناطق عشرات المناطق خلت تماما من سكانها أفرغت تماما من سكانها جراء كثافة القصف الذي نسمعه الآن على مناطق ريف إدلب الجنوبي طبعا نتحدث الآن والطيران الحربية التابعة لاحتلال الروسي وحلق فيها لجوء بالإضافة أيضا لطيران الرشاش محمد الفيصل أوريانت نيوز بلدة القصفية ريف إدلب الجنوبي